مَعَالِمُ الْإِنْجَازِ الْبَحْثِي الحمد لله أيها الباحث الكريم أهديك هذه الوصايا أولا استشعر أنك مقبل على أمر عظيم ترجو ذخره ونفعه عند الله جل وعلا جاء في الحديث إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقال ابن الجوزية رحمه الله تصنيف العالم ولده المخلد ثانيا إذا كانت نفسك مقبلة على الكتابة فاغتنم نشاطها قبل الفتور وأنجز صلب بحثك ثم بعد ذلك عد إلى المتممات والمكملات أما إذا كانت نفسك مدبرة عن الكتابة فحب بالكتابة إليها تدريجيا شيئا فشيئا وابدأ بالمباحث السهلة ثالثا احرص على الاستمرار في برنامجك العلمي ولو بالتخفيف منه ولا تنقطع كليا عنه في مرحلة الدراسات العليا رابعا المؤهلات العلمية ينبغي أن تعينك على الازدياد من العلم ونشره لا أن تتوقف بعدها فلنصدق الله تعالى ولنقدم لأمتنا ما نرجو ذخره عند الله جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين معالم الإنجاز البحثي